مشاهد صادمة لعمارة حي 300 سكن العريق بالعفرون ولاية البوليدة أين طالها الإهمال والتخريب والسكان في خطر محتى من هنا أسلك كهربائية عالية الضغط مخربة فهل يعقل بهذه الصورة وفي نفس أنبيب المياه تجاوز صارخ لديوان الترقية والتسير العقاري كل مشكلة هنا تري سيتي هذه رانا الشاكف والروح ليهم وما مشي جولينا هنا رانا والله غرانا نباسوا راي تضرب تري سيتي هنا وذلالي صغار يهبطوا منا خطرة التالية نجي طالح في الليل نصيب النار هنا شعلا ما بيتجاو ما خدموها وهدرنا معهم قال لك كي تكلاطين خدموها كي نموتوا شعال ديفو يحشك تواسع زبل يخرج بره مننا خدامين يجيبوا يخدمين يقول لك هنا هذه خدمة ما نخدمهاش ودي هو شو نقول لك هو شو نقول لك رانا عايشين في ميزيريا روائح كريهة تنبعث من قنوات الصرف الصحي من أقبية هذه العمارات مكان لا يتوفر على شروط العيش الكريم والسؤال المطروح من المسؤول عن هذه الحالة الكارثية الكرام ومكاننا المديري المديري ستتكفل بحذف هذه هذه الأنومالية نحن نتعلم نحن نتعلم نحن نتعلم نحن نتعلم نحن نتعلم 3-3-3 لخدمة هذا المواطن لأنه مهما شكوى أو استفسار يتصل ب33-03 ونحن في الخدمة الأرقام الصادمة لضحايا السعقات الكهربائية التي تسجل سنويا تستدعي نظرة استشرافية للقطاع وتدارك الوضع لمخططات أكل الدهر عليها وشرب